قل إني نهيت ونعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبعوا هواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى إليه أجل نسمى ثم ينبئكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاه رفاق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لينا نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم آتم تشرقون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باسبع انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقوون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم وكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولا كما ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ونهوا وغرتهم حياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شميع وإذا تعدل كل عذن لا يخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله أبو